طيب دورنا هنا وإحنا في مرامج الأشبال بقى وإحنا دخلنا على البطولة دي وبطولة مهمة جدا عايزين ننور الطريق لمسيماني نقوله إن إحنا عندنا لعيبة في الناشئين فرصة البطولات اللي زي دي تقدر تستكشف فيها لعيبة حتى لو طلعت أو اكتشفت اتنين أو تلات لعيبة ده إنجاز كبير لكن أنا هقوله تشكيلة دلوقتي بالإحتياط بتاعها في كل المراكز الموجودة لما إحنا بنقول دلوقتي عندنا في حراسة المرمى عندنا حمزة علاء حمزة علاء 2001 وده حرس منتخب مصر الشباب أو منتخب مصر الأولمبي عندنا باكليفت محمد أشرف أيضا لعب منتخب مصر الأولمبي عندنا محمد مغربي لعب منتخب محمد أحمد شرقية موليد 2003 منتخب مصر 2003 وعندنا أحمد سيد عبد النبي 2002 اللعبة اللي أنا بقولها هتكون منتخب من 2001 و2003 هبعد عن 2005 و2006 عشان لسة صغيرين فأنا بعمله تشكيلة من 2001 و2003 عندنا في وسط الملعب أحمد أشرف 2001 ومحمد فخري 99 ده يحتاج برضو أن ياخد فرصة شغال بشكل كواس جدا تحت المهاجم عندنا يوسف الشريف 2003 عندنا ميدو نبيل موليد 2003 وعندنا رأفة خليل 2003 عناصر شابة وعدة كلها مراكز ممكن أي واحد يستعين بيهم بيتس وموسيماني هيلاقيه موجود طيب في المهاجم مين؟ مصطفى فوزي مصطفى فوزي اللي هيكون ضيفه وضيفه النهاردة هو وميدو حسام الاتنين اللي احترفوا في التشيك في زيسكو التشيك هنتكلم عن التجربة دي هم الفترة دي بيتمروم على النادي الأهلي برضو النهاردة لو موسيماني فكر ونعتمد عليه موجود وجاهز يكون في بطولة زي دي أنا قلت المسيماني التشكيلة الأساسية من فريق 2001 وفريق 2003 لكن عندنا ممكن برضو لعبة تانية احتياطي يستعين بيها ضمن التشكيلة مصطفى مخلوف حارس مرمى ده اللي جبناه من الترسانة ما شاء الله خامة وعدة جدا برضو موليد 2003 اسلام عد الله 2003 ده باكليفت منتخب مصر عندنا كريم سعد الله بيلعب باكليفت ولعب ارتكاز زياد طارق عندنا ميدو أسامة محمد رضا صانع العاب أحمد عربي جناح 2001 وأحمد ساد غريب مهاجم قلت المسيماني دلوقتي لا يقل عن 18-19 لعب لما بنقول الرابطة هو عنده لعبة كبيرة زي ما احنا شافين زياد طارق واللعبة ما شاء الله الناشئين كلهم بيتمرنوا بجدية وباهتمام كل واحد مستني الفرصة آه عنده لعبة كتير في الدرجة الأولى عندنا عمار حمدي وإحمد عبدالقادر وحسام حسن محمد هاني محمود واحد لعبة كتير لكن النهاردة لما بنقول عندنا لعبة صغيرين من 2001 و2003 أتمنى إن شاء الله بيتسو مسماني يدي فرصة ولو واحدة واثنين خدوا فرصة ده هيكون إنجاز لقطاع الناشئين بالنادي الأهل ترجمة نانسي قنقر